اشتركوا في القناة اظر عليك اينما تكون لا لن تفعلي يمكنك ان تهرب لكن لن اه صيدون اذا فقد وجدتني اجاء دورك للاختباء علينا ان نختبئ معا حملته الامواج بعيدا وتاه في الظلام والمكان اه احسن انا احب فن الروايات اين فرانكنشتاين الان انهم ليسوا اشخاصا من الواقع انها شخصيات خيالية خيالية؟ من الخيال ليس لها وجود لماذا لا يكتبون عن اشخاص من الواقع؟ للأسف ليس للجميع حياة شيقة كحياتك صيدون في الغابة عددوهم كبير يحملون اسلحة كبيرة مخيفة حيا بنا لم يخبرني احد ان الرطوبة تعالية او ان البعوضة في حجم الجموس هكذا هاي ما هذا؟ الصيد في غابته ممنوع هذا ليس ماذا؟ لماذا تهاجم الممثلين؟ ممثلين؟ صدق ما فقط قيده بقلبي بحب العائلة ثق بالقلب وبالمصير ليقودكما لستم صيادين؟ هل يحمل الصيادون لعباً مثل هذه؟ نحن ممثلون يا رجل الغابة ممثلون مصرحيون نقلد الشخصيات انسى الأمر من الواضح أنه لا يفهم يا ديرك أفسح الطريق سيضيع اليوم اهدأ يا ستنلي ألا تدرك من يكون هذا الرجل؟ هذا رجل الغابة الحقيقي طوم إنه أسطورة قد لا يكون ما هو اسمك يا فتى؟ ترزان ترزان أنا توم أورمان مخرج فيلمي اسمه رجل الغابة يحكي قصة رجل ربطه الغوريلا في غابة أفريقيا مثل مثلي؟ أه لا مثلي أنا ها 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 أعرف أنني لا أبدو من الغابة لكن أنا نجم هذا الفيلم ستنلي أبروسكي ربما شاهدت فيلمي الأخير ملحمة حجر الرأي لا لم يشاهد أحد هذا الفيلم ما هو اللا فيلم هذا لم تشاهد فيلما من قبل يا إلهي أنت بدأي لا عليك يا فتى استعد للمفاجأة رجاء أشكرك على السماح لنا بعرض الفيلم هنا يا سيدي مونت رجاء ناديني برينارد أنا والمركز التجاري في خدمتك يا سيدي رائع هل هذا هو الفيلم المطلوب؟ لا أصدق يا فتى أبعد المصباح شرارة واحدة ويحترق الشريط خذ احمله أنت أفضل لا شكرا كثيرا لا أحب حمد الأثقال أعطيه إلى عارض الأفلام شكرا على هذه الدعوة يا سيد أورمان لم أشاهد فيلما منذ مجيئنا أوه هذا الفيلم سيعجبك إنه فيلم الأخير هروب القطار الكبير الأدواء يا هنري تحترسوا ترزان انتظر ما هذا الذي ترزان اسمه ما تراه ليس حقيقيا انظر إنه مثل جهاز عرض الصور لكن هذه الصور متتحرك أوه أنا آسف على المقاطعة أمر شايا تصديق الجمهور يسعد المخرج ما رأيك في أن تأتي إلى موقع التصوير غدا وتشاهده بنفسك ثم إن غدا هو أول مشهد مع نعوم مجلس بطالة الفيلم هل أحضر جين؟ أوه حقا لقد تربيت على أيدي الغوريلا والآن يا نعومي هذا هو المشهد بعد أن قيادك الصياد الشرير كماتشو سيقوم رجل الغابة بإنقاذك نعم 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 رجل الغابة ينكذني هل لا بدأت التصوير؟ لحسن الحظ أن هذا الفيلم صامت تصوير النجدة هل لا أنكذني أحد هيا أطلق الصخور انطلاق النجدة هل لا أنكذني أحد أه أغذوني رجاء أنكذوني فرزان لا ماذا يفعل هذا؟ إنه ينقذها أه النجدة أغذوني رجاء أه 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 مذهل من غاية أه 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 ما الذي فعلته؟ أنا كنت سأنقف نعومي أفسدت المشهد لكن كانت السخور ستصحقها ليست حقيقية أيها المزعج ليست حقيقية؟ نعم إنها مزيفة تقليد تذكر جميع أحداث الفيلم خيالية إذن لم تكن في خطر بالفعل؟ لا لم تكن في خطر مطلقاً أسدي لنا معروفاً ودعي التمثيل للمحترفين ستانلي ماذا تفعل؟ ماذا أفعل أنا؟ ما الذي يفعله هذا المهرج؟ لقد أفسد المشهد الوقت من ذهب يا توم أعرف جيداً أعرف لكن لا تقلق بشأن هذا اذهب الآن واستعد للمشهد التالي نعم لن أدعى ما حدث يشتت تركيزي تماماً اذهب الآن أدي تمرين التنفس والصوت حفز نفسك كن رجل الغابة جيد جداً هل صورت المشاهد؟ هل لا نظرت إلى هذا؟ مذهش ورائع ومذهل تماماً أي ممثل بديل يمكنه تفادي السخور المزيفة؟ متى يحين مشهدي؟ ها هو هكذا رأيت؟ يمكنني تفادي السخور المزيفة لقد ارتدت الصخرة من فوق ظهرك كما ترى اقضى هذه اللقطة فكرة جيدة سأأخذ لقطات ترازان مع السخور وأصلها بلقطاتك أنت ماذا؟ لا يمكنك هذا أنا نجم أنا بطل أفلام الحركة هو ليس ممثلاً لا يستني إنه رجل غابة واقعي هل يمكنه تنثيل هاملت؟ أكون أو لا أكون هاملت لم يحقق أي عرباح في السينما ترازان معي في الفيلم ها؟ لن أسمح لهذا المهرج بأداء حركاتي الخطرة سأؤديها أنا بنفسي ستانلي 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 هذا من أجل مصلحتك ماذا سيفعل جمهورك إذا تعرضت إلى أذن زمهوري؟ إنه خضيتيه من دوني بالطبع يا فتى لن نحرم الجمهور من النجم المحبوب لن أسمح بهذا أبداً هم أنت محق فعلاً أنت محق تماماً لقد أضعت إلى رجدك اذهب وأحفظ دورك أيها النجم المحبوب سأفعل يا توم سأفعل الممثلون هل نحن مستعدون؟ نعم يا سيدي جيد لنصور المشاهد الآن تصوير دور ستانلي أنا رجل الغابة أنت رجل الغابة أنا جوان و... قطع كيف كان الأداء أفضل من أول مرة؟ هذا ما يميزني أنا عبقري فعلاً كان هذا أكثر شيء إبغار رأيته ستكون نجماً لا معاً بطلاً كيف تؤدي صيحة؟ معذرةً أعتقد أنني بطل هذا الفيلم ألست كذلك؟ يا رفاق هل علمتني أداء تلك الصيحة؟ معذرةً ولكنني أرغب في التحدث إليك بشأن الفطورة هل هناك مشكلة ما؟ نعم هناك مشكلة تكاليف الطعام باهظة أستطيع شراء سيارة بثمن الحساء حسناً هذه هي تكاليف المعيشة في الغابة فلتأكل في مكان آخر إذا أردت مزعج ومستغل للظروف آه طرزان هل تمانى؟ فيما بالضبط أعذرني سلوكك على المائدة لا يشجع على الطعام آه آسف لا تنس إليه يا طرزان بدلاً من انتقادك يجب أن يتعلم منك نعم ماذا؟ بالطبع أريدك أن تتبعه في كل مكان تتعلم كيف يمشي ويتكلم واتصرفك رجل غابة يسعدني أن أعلمك كيف تمثل يا ستانلي آه حسنا ماذا ستعلمني عن حياة الغابة يا ترزان إلى جانب ذوقك السيء في الملابس حسنا بداية لا تمشي الغوريلا على ساقين فقط تستخدم يديها كذلك أوه ألا تتسخ أظافرها؟ جرب الأمر ليس صعبا في الواقع أنا أمهر منك آه آه ظهري هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير إلى الخطوة التالية على رغم متعة مشاهدتك وأنت تلعب مع الحشرات متى ستعلمني شيئا هام من يفيدني في الفيلم؟ لا تأكل الغوريلا بالشوكة أو بالملعقة رأيتك على الغداء تستخدم العصى أكثر لا تقل إنك أوه يا إلهي دورك هل أمسك لك الفهدة كي تصارع؟ لا 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 داعي يجب أن أعود وأستعدني مشهد الغد شكرا المشهد عند البحيرة؟ نعم أنت ستكون هناك؟ نعم أؤدي الحركات الخطرة نسيت؟ لم أنسى كيف لي أن أنسى؟ أنت رائع الآن يا ترزعم في هذا المشهد ستقفز من فوق الشجرة تؤدي حركة هوائية وتهبط فوق ظاهر الفيل حسنا يعجبني أسلوبك فتى وتصوير لا تقفز بعنف ماذا يفعل هذا الممثل السخيف؟ ستانلي ليس سيئا ما الذي كنت تحاول فعلا؟ نقضي على نفسك خذ أمسك يدي لا أحتاج مساعدتك سأؤدي حركاتي ناقشنا الأمر يا ستانلي لا نريد أن تصاب بأدا مرة أخرى هذا شيء يخصني وحدي إذا رغب في أداء حركاته الخطرة لا تكن سخيفا يا ترزعم أنت ثروة سينمائية كبيرة ستانلي تخلص من الغرور الذي أصابك مؤخرا واذهب لتتدرب على دورك لا ماذا تقول؟ قلت لك لا إما أن أؤدي حركاتي بنفسي وإما لن أمثل حسنا لا بأس افعل ما تشاهد أنت مضرد لا يمكنك عليك إنهاء هذا الفيلم أنا مدرك لهذا يستلي ترزعم هو النجم الجديد للفيلم حسنا لا بأس إذن اذهب وافسد الفيلم بهذا المزعج البدائي أنا لا أهتم أبدا اسمع هل تعرف شيئا عن التمثيل؟ لا حسنا لكن ماذا أفعل؟ ستمثل رجل الغابة وأنت رجل غابة لذا تصرف على طبيعتك أنا لست أفهم هل هذا تمثيل أم لا؟ تمثيل إلا أنك ستلعب دور نفسك جوان جائعة رجل الغابة يحضر طعاما أنا لا أتكلم هكذا بل تفعل أتطلع إلى مشهد النهاية؟ هاهاهاها هم؟ مشهد النهاية؟ نعم نعم وفي نهاية الفيلم ستتزوج نعومي هم؟ لكن جين زوجتي لا عليك يا ترزان هذا ليس واقعا إنه من أجل الفيلم هذا كله ليس حقيقيا إنه خيال إنه تمثيل يا ترزان الأمر مثير للحيرة ويثير الخوف في آن واحد كان هذا رائعا يا ترزان كيف تؤدي هذه الصيحة؟ ستصبح نجما يا ترزان أنت سخيف يا ترزان هل وداع يا رجل الغابة؟ احترق أيها الفيلم النجدة؟ لا تقف هكذا اذهب وراءها ستكون لقطة رائعة لا لا هذا المبنى أولا أسرع ماذا حدث؟ أسرع ساعدني في شمع الماء حريق حريق ساعدني يا إلهي هذا المبنى به متفجرات يا إلهي سنموت سنموت لا أصدق نحن مدينان لك نعم وقد زادت ديوننا شش تسمعني هذا؟ لا النجدة درزان درزان اذهب اتركني هنا انا السبب في هذا لقد حرقت الفيلم لماذا؟ كي امنعك من ان تأخذ مكاني وتصبح نجما محبوبا هل كونك نجما امر مهم؟ ليس لغي شيء سوى الشهرة من دونها انا لا شيء اتركني هنا لا اريد ان اعيش مغمورا ابدا هيا يستني لكن ساعدني ما الامر؟ هل انتما بخير؟ تصورنا اننا قد فقدناكما ما الذي حدث؟ ستانلي انقذني ماذا؟ ستانلي البطل الكبير انقذ ترزان انت بالفعل ممثل حركات خطرة جيد لم اكن اعرف انت بطل سننشر الخبر في كل الجرائد لا 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 الامر بسيط اعطوا الفرصة لترزان ليتنفس موسيو اورمان سترحل الآن؟ اه نعم فلقد احترق الفيلم في مركزك التجاري سعود واخنع المنتجين بتمويل الفيلم مرة اخرى اه نعم في الواقع اتضح ان فيلمك هو السبب هل ستدفع نقدا؟ ام من خلال رصيدك في البنك؟ اه لا اصدق جرؤتك ايها المزعج مركزك التجاري سبب الحريق ألم تسمع انت فياتي حريق؟ اهاهاها لا داعي للغضب يا سيدي ارجوه هل سيصلاني الى حل؟ في النهاية لن ادفع لن تحصل مني على اية نقود كما تشاء اذن لارس سنيك قلت كم تريد بالضبط؟ اسمع يا ترزان اشكرك على ما فعلته انت ممثل بارع بالفعل يجب ان تفكر في التمثيل فنحن نحتاج مواهب مثلك لا شكرا انا سعيد بحياتي هنا دعت فرصتك في تحقيق النجومية كنت ستحظى بجمهور من المعجبين وكنت ستصبح محبوبا انا محبوب من اصدقائي هنا وزوجتي حقيقية فهمت التمثيل اذا؟ بعض الشيء اكثر من بعض الشيء ستالي الباطل انقذ ترزان لا اصدق هذا لا اعرف ماذا تعمين يبدو انك تظن انني حمقاء هيا بنا جين جائعة ترزان يحضر الطعام اشتركوا في القناة